مباشرة نتحول إلى هذه الكلمة للرئيس الأمريكي جو بايدل تابع لقد كان هذا ثبرة لعمل دؤوب من أسابيع مني ومن فريقي كنا على تواصل مع قادة قطر ومصر وإسرائيل نتحدث معهم باستمرار خلال الأسابيع الماضية لمساعدتي في توصل إلى هذا الاتفاق وتحدثت أمس مع أمير قطر ونستمر أي دائما في التواصل شخصيا حتى يتم تطبيق هذا الاتفاق ونريد أيضا أن يمدد هذا الاتفاق لأسابيع كنت أدعو لهدن لهدفين الأول لطبعا زيادة الدعم والمساعدة للمدنيين في غزة وأيضا لإطلاق الرهائن نحن نعلم أن هناك مدنيين يعانون كثيرا في غزة بسبب هذه الحرب التي أطلقتها حماس والتي كانتها عواقب آلاف قتل ومن الأيام الأولى مبكرة في هذه الأزمة عملت مع الرئيس مصر والملك عبدالله ملك الأردن حتى نزيد الدعم الإنساني لمساعدة المدنيين الأبرياء المحتاجين الذين ليسوا من حماس وفي هذا الاتفاق القتال في غزة الآن قد توقف لثلاثة أيام وخلال ذلك الوقت ثمانية وخمسون رهينة تم إطلاق صراحهم من بينهم تايلانديون وفلبينيون وروس والعديد من العائلات التم شملها ندعو لاغتنام هذه الهدنة حتى نزيد المساعدات إلى غزة ودخلت حوالي أكثر من 200 شاحنة إلى غزة فيها الوقود والغذاء والمياه وغيرها والمساعدات الضرورية وصلت والرهائن بدأوا يخرجون من غزة إذن نحن نسعى لتمديد هذا ولنبني على هذه النتائج هذا هدفي هذا هدفنا حتى تستمر وحتى نرى رهائنا أكثر يطلق صراحهم وتدخل مساعدات أكثر للمحتاجين في غزة لقد رأينا يوما أن هذه مقاربة يوم بيوم وساعة بساعة لا شيء مضمون ولا شيء يمكن أخذه هكذا ولكن هناك أدلة بأن هذا فعال ونحن نرى كل بسمة ودمعة تؤثر فينا على وجوه تلك العائلات التي يلتم شملها مرة أخرى هذا دليل على ذلك أكثر من عشرين طفلا قد تم إطلاق صراحهم من خلال هذا الاتفاق لقد طبعا مروا بأوقات عصيبة والآن بدأوا رحلة التعافي سأستمر في العمل مع أمير قطر والرئيس السيسي ورئيس الوزراء نيتانياهو لنفعل كل ما في وسعنا حتى يطلق كل كل الرهائن وأنا ممتن للشراكات الشخصية مع تحقيقي ومع هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم ومع عملنا معا حتى يتم تطبيق كل هذا والآن نريد أن نمدد هذا أكثر وسأستمر في العمل مع كل شركائنا لاتخاذ الخطوات الضرورية حتى يكون هناك مستقبل أفضل للمنطقة حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لضمان سلام أطول للفلسطينيين والإسرائيل ولنضمن أن الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في كرامة وحرية لن أتخلى عن العمل من أجل ذلك الهدف شكرا جزيلا لكم لا أستطيعوا طبعا تخيل الفرح آملوا أنني لو كنت هناك ماذا عن الأمريكيين الذين لا يزالون هناك نحن نأمل ولكن ليس لدي أي شيء مؤكد الآن هل تتوقعون أن تستعملوا هذا الزخم لتمديد وقف إطلاق النار هل لديكم توقعات أنتم تعرفون بأن الاتفاق يدعو لإطلاق عشرة مع إطلاق كل عشرة رهائن نمدد يوما آخر ولكن نحن لا نعرف ولكن أنا أشعر بأن كل اللاعبين في المنطقة حتى الجيران الذين لم نكن على تواصل مباشر معهم يبحثون عن إنهاء هذه الأزمة وليتم إطلاق كل الرهائن حتى لا تسيطر حماس على أي جزء من غزة هل هناك أيضا مجموعات أخرى تلاحقونها نعتقد أن هناك مجموعات أخرى ولكن لا نعرف سيد الرئيس لم أحصل على تلك المعلومات ولكن أود أن أقول لكم إنهم كانوا يعبرون إلى مصر ولكن بالنسبة لامرأة موسنة غير أمريكية كانت مريضة جدا وكانت تحتاج مساعدة طبية إذن طبعا تم نقلها مباشرة إلى إسرائيل لأخذها للمستشفى وكل ما أعرفه هو أنها لم أرى الصور طبعا كنت فقط على تواصل مع فريقي ولكنها في إسرائيل وتلقى الرعاية وهناك عامل كثير أود أن أرى نقطة حيث نستطيع أود أن أرى الهدنة تمتد حتى يطلق صراح كل الرهائل شكرا لكم أنا أعلم بأنكم طبعا هناك عشر دقائق فقط لأننا لم نكن لم أريد طبعا أن أجري هذا المؤتمر الصحفي وكان بعض الناس ليزالون في غزة من الرهائن أقصد طبعا شكرا لصبركم شكرا أنا أعرف شكرا 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 وعطلة سعيدة شكرا